مبارة فيه لكن انت يا نسرين على قد ما رسالتك صعبة تخض كلامها جامد قوي ويخوف يعني انا خفت على خطيبك على قد ما احترمتك جدا جدا ليه بقى لانك رغم العقد والمشاكل اللي انت مريتي بيها دي وحاجات وحشة جدا خلتك وصلتي للمرحلة دي على قد ما كان عندك القدرة انك تطلعي كده زي ما بيقوله وتشوفي نفسك من بارة لكنك قاعدة تتفرجي على نفسك وانت على المسرح عرفت توصفي وجعك وعقدك ومشاكلك بشطارة ما شاء الله اللهم بارك بجد تتحسدي عليها شفت في رسالتك واحدة فعلا عندها رغبة حقيقية ان هي عايزة تقول كل عيوبها وازماتها وعايزة فعلا تتغير عكس ناس كتير قوي بتدعي المثالية ولبسين ماسكس او اقناعة الحكمة هم مليانين مرض نفسي وعيوب احترمت فيك يا ناسرين انك بتحاولي تفهمي نفسك عايزة تغيريها بعدتلنا هنا في القصة حقيقية ودي بداية التغيير عشان نتكلم في المشكلة دي اول خطوة في العلاج ان انا واجهة المواجهة ابقى صريحة اعترف بس يا ناسرين عايزة لك الحاجة انا حاسة ان كل عيوبك دي هتتغير طالما قدرت تقوليها هتقدري لانك قوية بتعترفي بيها ونصيحة مني عشان خاطري اعرفي قيمة خطيبك واضح جدا انه بيحبك متمسك بيك رغم كل اللي بتعملي واضح انه شريكي وانه انسان طيب ومحتارم تم تعملي زي ما قالك لما تتخنقوا او تختلفوا في حاجة روحي صالحي احكي له زي ما هو بيعمل معاك اهتمي بمشاعره ما تجيش عليه ولا تجريحي تكسريه كده ده اياكم وقاهر الرجال طب ليه يعود يفكري كده كان فيه جملة قررتها عجبتني ايه بتقولك ايه ممكن اشتكي منك ليك ممكن الناس تاخد على انها ايه انه نحناحة وحب قوي وبتا لا دي حقيقية انا عايزة اشتكي منك ليك ممكن اقولك حصل واحد اتنين تتربعة ما تشليش جواكي وبلاش المشاقوع هتقول له اعايزة حطتلك سمه في الاكل دي هيخاف منك حتى لو كان بيحبك بجدر انه انا عارفة انت بتقولي كده من وراء قلبك مش هتعملي كده بس ده حب بزيادة طب متجربي تشوفي دكتور دكتور نفسي بتصيقي فيه تمشي على خطته بقى اللي هو هيقولك عليها هتلاقي الدنيا احلى ودكتور امل زي ما وعدتك ان هي فعلا هتساعدك وتتبنى الحالة عمرها ما خليت بينا دكتور امل ربنا يبرك لها بس قبل كل حاجة اوعي تستعجيلك جواز طالما انتي لسه مش هقولك بقى تتعافي وانه مرض وطالما انتي لسه مش عارفة انتي جواكي ايه لسه جواكي شوية اسوأ جواكي شوية غيرة وجيتوا بغيرة مرضية شوية وعي تتجوزي على طول ما تأجلي شوية لحد ما تفهمي نفسك اكتر ولحد ما تبقي كويسة وجهزة أجلي عشان ما تظلمهوش معاكي وعشان تتجوزي وانتي مرتاحة وجواكي يبقى حب وراحة ورضى بدل ما تبقي خايفة او كرهة وعايز قولك على حاجة الماضي اللي حصل حاولي تنسيه ما تبصي لقدام خلاص ربنا بعتلك هدية عشان يصلحك على الماضي ويعواضك بيها ده عوض ربنا جميل راجل طيب وشريكي وبتحسي معا بالأمان زي ما انتي قلت في رسالتك صح يبقى فكاري كل حاجة الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش مش كل الرجلة وحش ولا كل الرجلة متحرشين لا لسه فيه محترمين محترمين أكتر على فكرة مش كل الستات خبيثة طيبات أكتر فيه طيبين قوي وحنينين قوي بس بخصوص انك لاي انجابية مش بتحبي الأطفال المصطلح ده انا هو جديد علينا داخل علينا جديد انا لاي انجابية انا باتية أنا ما كنتش بس معها بقلي فاطرة يعني فدي نقطة لازم تصرحي بيا خطيبك عشان كده حرام وقبل ما تصرحي اعرفي كده وفهمي نفسك انتي فعلا مش بتحبي الأطفال ولا ده شعور من جواكي هيروح لما تعودي وتصفي مع نفسك وتفكري انتي عايزة ايه مش يمكن لو روحتي لدكتر وحسيتي ان انتي بدأت تتغيري وغيرتي نفسك للأحسن هتكوني أحن ست في الدنيا وأحن قوم سمعتي معنا في الفقرة اللي فاتت النصايح والتوجيهات بتاع الدكتر أمل يا ريت تعملي بيها وانا قعدت اتكلم معيك شوية واتمنى ان احنا نبقى صحاب وتبعتلنا تاني واستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي ايه هستنى من كل يتفرجوا علينا وسمعوا قصة نسرين يقولولي هل فعلا زي ما بيقولوا من الحب ما قتل يعني عشان بحب حد قوي أخنقه وتخنق معاه وغير عليه ولا لا يبعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب خليكم معنا دايما في القصة حقيقية باي باي